اخبار اليوم اخبار اليوم اخبار اليوم اخبار اليوم اخبار اليوم أنا ما عندي بشارة حقيقةً أجيت كضيفة شرف وكسبيرت العراق للتجميل لحب أمثل بلدي بأي مكان بالعالم سواء دولة عربية أو دولة أجنبية طبعاً هذا المهرجان حبيت أن يشتني نظام كبار خبراء التجميل بالوطن العربي بعدين شفت أشياء غريبة وجديدة يعملوها ويبحثون عليها نقطة مهمة الكل يبدأ يشتغل بروح رياضية عالية مخرج المهرجان مخرج حقيقةً رائع جداً الأستاذ مخرج بطريقة فنية 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 المهرجان ناجح والأستاذ خليل السيد كان مثابر دائماً ليل ونهار بسبيل إنجاح المهرجان أنا حصلة على لقب سفيرة العراق للتجميل بس أنا هسا أعطوني لقب سفيرة اتحاد مزينين الخليج العرب وأنا أفتخر بهذا اللقب وصارت مسؤولية كبيرة علي ولازم أنا أحافظ عليها